السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازياكم يا دا كاترت سنة تانية عميئية رب دايما تكونوا بخير معاكم زميلتكم من عمر الفرقة الثالثة من قصة نجاح بدون جاشع مادة النيور اناتوم اعودا حميدا مع السريبرال هيمسفير والسريبرال كورتكس تاني دا ان شاء الله جزء التاني من المحاضرة في الجزء الاول احنا اتكلمنا عن الاناتومي الميرفولوجي بتاع السريبرال هيمسفير دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ناخد كل لوب من اللوبت اللي احنا تكلمنا عنها كدا سريعا وهناخد الفنشنة البقى يعني نتكلم دلوقتي على حدات فسيولوجي طيب طبعاة دي حاجة طبيعية جدا ان انت تاخد وقت كبير في اللي انت تسمع المحاضرة بس مش وقت كبير قوي قوي اوفر يعني بس انت تاخد وقت في انت تسمع المحاضرة في ان انت تفهم الكلام اللي فيها فدي اتس اوكي يعني عادي اادم هتخرج من المحاضرة فهمها مجرد أنت مثلا تقرأ الكلام بعد كده فهتلاقي أن الدنيا تمام معاك لأ خلص خذ وقتك عادي بسم الله هنتكلم النهاردة عن إيه أول حاجة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إنشاءته سهلا أول حاجة نتكلم عنها هنبدأ بنا نتكلم عن السيربل الكورتيكس من كل السيرفس اللي احنا قلناها المرة اللي فات قلنا أنه هو بعبارة عن ما نتكلم عنه من السيبيريو لاترال سيرفس ومن الانفيريو سيرفس ومن الميديا سيرفس أول حاجة من السيبيريو لاترال سيرفس قال لك إن انت من السيبيريو لاترال سيرفس انت بتشوف كم لوب أولا بشوف أربع لوبس حتى احنا قلناها التقسيمة اللي فاتت أنا ما فيه إن فيه ثلاثة سالكس أو ثلاثة المتنج سالكس هو السنترال سالكس والبريتو أكسبيتل واللاترال السمهولي لأربع لوبس أساسيين فبيرلك إنت ما تيجي تبص على السيبيريو لاترال سيرفس هتلاقي إنه هو عبارة عن أربع لوبس اللي هو الفرنطال لوب البرايتال لوب والأكسبيتال لوب والتمبرال لوب تمام قالك انت بقى لو جبت بسيت في كل لوب من جو هتلاقي ان في حاجات مقسمية يعني في خطوط سودة كده مقسمة وغير وحوالين الخطوط السودة دي هتلاقي في مناطق مرتفعة يعني احنا لو جبنا هتجبنا ان شاء الله رسمة اللي بقى هو نفسه الشكل العام ده شكل الجرافيك هتلاقي ان في حاجات عبارة عن حاجات وفي حاجات مرفوعة اللي هو الجايروي الكلام ده fo expressed by the mind عشان كده بيقولك ايه بقى بيقولك ان السيربرال كورتيكس بيتقسم بسلقص تمام والسلقص دي بتقسمو الجايروي مش انا شايف الجايروي دي هاي المناطق المرتفع قالك ان كل مجموعة من الجايروي دي بقى جايروي طبع جمع جايروس فكل مجموعة من الجايروي يعني دي عدد كبير اهو او عدد يعني بتعملي لوب فبيقولك أن هتجروب او جايروي بتعمل لوب السيربرال كورتيكس وقنا من السبيريلاترال باديك أربع او بيتوهم من أربع لوبs فرانتال وبريتال وتو تيمن ثلاثتل وب restaurاجر الهيب انت من السبيريلاترال هشوف كام لوب هشوف اربعه طيب كي يبقى كل اللوب منهم يبقى برا عن مجموعة من الجايراي اللي خلاه برا عن مجموعة من الجايراي ان فيه سلقا تقسمتلي ان لوب فقسمتلي الجايراي تمام ال حاج fines90 متحدة طيب هم بتأكلم ها الفرانتال لوب م morality さ mete وإيه الفونكشنال إريا بتاعته وإيه السلقاية اللي فيه والجيراية اللي فيه فأول حاجة الفرنطاللوب قالك بيمتد من إيه اللي فين ده قالك ده حدوده anterior سوبيريور قالك إن هو بيمتد anterior للسنترال سالكس هو بقى بيمتد anterior لي ده كل الانتيرال للسنترال سالكس بس كده قالك لأ ما أنت لازم تقولي حدوده من تحت كمان قالك وبيمتد سوبيريور للاترال سالكس هو بقى كل المنطقة اللي سوبيريور لي فعشان كده هتلاقي بيقولك إنه هو إنه هو anterior للسنترال سالكس وإنه هو سوبيريور للاترال سالكس تمام ده كده قلتي قلتي لي إنه دي الحدود بتاعة الفرنطاللوب طيب وليلي بقى دلوقتي إيه السلقاي والجيراية اللي فيه قالك إنه هو عبارة عن تلاتة سالكس بيقسمول أربع جيرس أو أربع جيراية إيه التلاتة سالكس اللي فيه قالك أول واحد اسمه بري سنترال سالكس بري سنترال سالكس يعني بري يعني قبل السنترال آه ما طبيعي لإنه أنت عندك هنا أصلا مين عندك هنا السنترال سالكس الكبير فهو قدامه يبقى بري سنترال سالكس قد أول واحد قالك تاني واحد هتلاقي فيه سالكس اسمه من اسم اللوب هو موجود فين في الفرنطاللوب فهو اسمه سالكس اسمه فرنطال سالكس بس أنا عندي اتنين واحد فوق واحد تحت فهسميهم سوبريور ونفيريور يبقى أنا كده قلت خاصة 3 لكي عندي همه بري سينترال طبيعي لأنه هو قدام ال سينترال سيقاس وعندي اتنين واحد فرنتال فوق واحد فرنتال تحت فالصور ميريور فرنتال سيقاس أو فرنتال السيقاس والثاني اسمه انفيريور فرنتال سيقاس طيب، أنت قلت أنه هو عباره عن 3 سيقاس وال3 سيقاس دول بيقسمهولي ال4 جيراي فين ال4 جيراي بتوعي؟ أهم الى 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 ال وinferior frontal sulcus اسموهلي الاربع جيراي الاربع جيراي اول جيراي اسمه pre-central gyrus الpre-central gyrus ده مكانه فين قالك بيبقى between the central sulcus و between and pre-central sulcus تمام تاني واحد قالك عبارة عن superior frontal sulcus superior frontal gyrus ده فين superior frontal gyrus قالك superior للfrontal sulcus هو فوقي طيب بالتالي ما اجا اقولك دلوقتي الميدل يبقى المفروض ان هو او خلان اول نقول الانفيريو عشان اقولك الميدل ونوما بينهم الاثنين الانفيريو فرانتال gyrus قالك ده انفيريو للانفيريو فرانتال sulcus الانفيريو فرانتال sulcus هو تحته طيب يبقى بالتالي الميدل يبقى الميدل بيبقى بين مين يبقى بين التو sulcus superior والانفيريو sulcus يبقى اول انت هتقوله التول الجيراي related للسلقاي الpre-central يبقى ده عبارة الpre-central gyrus ده المنطقة اللي بين الpre-central sulcus و central sulcus طيب superior والميدل والانفيريو يبقى دول على حسب superior يبقى فوق superior sulcus middle يبقى بين superior والانفيريو طيب الانفيريو يبقى تحت الانفيريو sulcus ادي كده خلس الفرانتال خلس كل الجيراي بالسلقاي بالمكان بتاعه ايه طيب بيقولك بقى it is invaded بيقولك ان فرانتال sulcus كده يعني انت ماشيا انت قلت لي دي وقلت لي الكلام ده انت مقولت ليش الشوية دول Thompson6 شوية دول. قال لك ان الانفرانتال سالكس بتلاقي زي فيه حاجات كده بتطلع زي بتقطع يعني زي ايه متطفلة عليه كده. ايه هم بقى الحاجات المتطفلة دول? قال لك حاجتين. حاجة قلناهم احنا في اللاترال سالكس. قلنا ان فيه اتنين ريماي بيطلعوا او هم ثلاثة ريماي. بس انا عايز اتنين منهم هنا. احنا قلنا اللاترال سالكس بيجي على اللاترال سيرفس ويتقسم لثلاثة ريماي. وفي واحد اسمه anterior horizontal. وفي واحد اسمه ascending vertical. وكان فيه واحد لورا posterior remote. يبقى احنا عندنا ثلاثة. اول واحد اللي هو كان horizontal وطالع لفوق. واحد تاني لأ كان طالع vertical ascending وواحد posterior. هو قال لك بقى ان هو invited بايه بقى? قال لك invited بالانتيريور horizontal وبالascending remote. فبيقول لك ان هو invited بالانتيريور والascending وفي اللاترال ساكس. طيب. طب هي اما تدخل الجواة كده وتتطفل عليه. هتعمل جايراية تاني. هتعمل ايه بقى الجايراية? الجايراية على حسب الاماكن برضو. احنا عارفين ان لو بصت. احنا قلنا ان المنطقة دي كده. احنا قلنا ان ده اسمه التنتوريال. ده التنتوريال بارت لو بصنا من inferior surface. وده جزء الأوربيتال. احنا قلنا ان inferior surface من تحت ببص عليها حاجتين. انتنتوريال وأوربيتال. ده جزء الأوربيتال. فهو قال لك بقى في اوربيتال فهتلاقي اول منطقة اسمها باروس اوربيتيولاريس. يعني باروس اوربيض او بنسميها الاوربيت بارت. والمنطقة اللي بعد كده اسمها بارس تريانجولاريس راشيل بس دول عشان تبس اهي بارس تريانجولاريس والمنطقة اللي في الاخر خالص اسمها اوربيكيولاريس. احنا قلنا د overthrow دي دي اللي هاي الحاجات اللي كان بتغطي الانسولة. هو بيقوله كان انها ببقى في الاخر اسماه بارس اوربيكيولاس يبقى هو عندك 3 part اللى و هوением البارت ترايانجولار بارت او اسماه بارس ترايانجولارس وايه بارس اوربيكيولاس اللى بيحصل ان بيحصل ايه بيحصله النتيجة ان بيحصل انفاتينج بمين بالانتيريور والاسسندينج رماي بتوع الالترال سلقص طيب بعد كذا بقى هنبدى نتكلم عن الفانكشنال اريا بقى قالك ان انت عندك خمسة فانكشنال اريا أول حاجة أريا اسمها أريا 4 ودي البرايماري موتور كورتيكس أريا 6 البريموتور أريا 8 الفرونتال آي فيلد والأريا 44 و 45 و باكاة 9 10 11 11 12 ممكن نحفظهم ايه من أول 4 4 6 8 و باكاة 9 10 11 11 12 و باكاة 44 45 طيب هنتكلم بقى عن كل أريا والفونكشنا بدايتها ايه قالك أول حاجة الأريا 4 أو بنسميها البرايماري موتور أريا موجودة فين الأريا دي قالك الأريا دي بتبقى موجودة في مكانين أول مكان البريسينترال جايروس لو بصيت من عند اللاترال هلاقيها موجودة في البريسينترال جايروس احنا لسا قلين هو ده ما بين البريسينترال سالكس والسينترال سالكس فهو بيقولك انها بتبقى موجودة في البريسينترال جايراي وموجودة بقى أنا قلت لكم في المحاضرة في بارت وان قلت لكم ان السينترال سالكس ده بلاقيه ان هو في جزء منه بيظهلي على الميديال سايد او على الтесьريبرط اللي هو ناحية ناحية الكوربس كيلاوزا يبطلوك عشان تعرفين فى そ than having one with iron so فيقولك ان وهو جزء بقى زي اللي هو الجزء دا. الجزء بيدخل لي و Instantへ بيبقى في Expansion. يعنا مثلا. قال لك الجزء اللي يراغل خول منطقة برضو بانه sinkas ش gráficا بيعمل حواليه منطقة اسمها بارا سنترال بيول فبقولك ان بقى الاريا فور با دي برده بتمتد لحد ما توصل مع البرى سنترال اريا بتمتد لحد ما توصل ورى للبارا سنترال بيول اللي هو حواليه سنترال سالكس بس بتاخد انهي جزء بتاخد الانتيريور انت بتبع عندك، ان ما بترجع ورى بقى فيه منطق تاني انت هبقيقا بقى سورة، ان فيما اصل الى ميدال سايد هوريكوا سورة بيقى فيه صورة ان ادي الـ central sulcus هو الجزء لنحية الـ medial وفيه جزء هنا وجزء هنا الجزء ده كله بنسميه ايه bara central sulcus بس بقى بتقسم لجزئين جزء anterior وجزء posterior جزء anterior وجزء posterior هي بقى بتاخد الجزء الـ anterior يبقى هي كتقدام من او قصد نحية اللاترة باخدى الـ central gyrus وطلع الحد على الـ medial side واخدى من الـ anterior part بتاع الـ bara central build على الـ medial side فعشان بس ما تجيش تقول لك ان الـ area 4 بس بتبقى على presenting على اللاترال او على السوبيريولاترال بس لا تقول لها لانها موجودة كمان على الـ medial surface على الـ anterior part بتاع الـ bara central build هورالكو اوضح في الـ medial surface طيب بيقول لك بقى ان المنطقة بـ area 4 دي فيها فيها سيلز اسمها bitse cells والbitse cells دي او بيبقى شكله عامل زي البراميدال شبه الاهرامات كده او الهارم فبيقول لك ان الbitse cells دي بالـ axons بتاعتها بتعمل حاجة اسمها براميدال تراكت البراميدال تراكت ده بقى ايه ده عبارة عن فيبرز كده فيه منها فيبرز بتطلع ليه الكرينيا او النيكولاي بتاعت الكرينيا الفوق في هير سنتر اعلى وفيه جزء بقى بينزل لتحت للـ spinal عشان يديله الامر بقى يقول له روح تحرك فاحنا قطة احنا قطة مسامليني المادة الـ الاريا دي اسمها موتور فيبقى البراميدال تراكت بتبقى معمولة بالـ بالـ axons بتاعتها اللي موجودة في الاريا فور ودي اللي بعد كده هتنزل لي بقى او هتطلع لي على حسب بس هي بتنزل الـ spinal cord تقول له خد اعمل لي الموفمينت دي يعني زي بتديله كده بتقول له بتديله الامر بقى اعمل انت الموفمينت هي فوق في الـ central او في الـ cerebral cortex وتروح نازلة من الديال وتقول له خد اعمل لي كزا عن طريق البراميدال تراكت ده زي البراميدال تراكت ده الوصيلة اللي بتوصله بتوصل الاوامر من الـ cerebral cortex لمين للـ spinal cord عشان يحصل الموفمينت طيب بعد كده بيقولك ان في الاريا دي وهم جدا جدا ان الجسم بيبقى upside down يعني upside down يعني inverted يعني معكوس يعني ايه معكوس يعني انت مفروض انت الطبيعي انت متبقى واقف بيبقى وشك فوق وبعد كده ايه دك وبعد كده trunk وبعد كده lower limb وكلام ده كله لا هنا هتلاقي ان في الاريا دي اول حاجة بتقى presenting the learnings والtongue والface موجودين والhand طبعا والarm موجودين في الـ lower في جزء الـ lower part بتاع الاريا عشان مفروضين في الـ upper عشان الجسم بيبقى بالطول زي ما هو الراس والرجلين والايدين وكده قالك لا ده هو بيقوم معكوس الجسم معكوس بتلاقي ان الاول عندك الطنج والface وبعد كده والarm بعد كده بتلاقي عندك الطنج والtrunk وبعد كده بتلاقي ان lower limb أصلا موجودين ناحية medial side اصلا ناحية anterior part بتاع البرسترنر على medial side يعني presenting على medial surface بتاع السيربال كورتكس يبقى ثاني بيبقى upside down يعني upside down يعني الجسم معكوس inverted بلاقي اللسان والفيس تحت وبعد كده لاقي ان الرجلين lower limb بفوق طيب بيقولك ان المنطقة دي مسؤولة عن ايه مسؤولة عن motor activity وفي الـ يعني ايه مسؤولة عن يعني ايه يعني ايه يعني انا عايز اعمل extension بتروح رحة مديها الامر عن طريق الـ وتقوله ايه اعمل لكن هي مش تخص مصل بعينها يعني مش مثلا اقولك دي الـ اللي مسؤولة عن biceps او triceps لا هي مسؤولة عن movement هي اللي بتروح تقول مثلا روح يلا وزع بتاعتك خليه يعمل خليه اعمل او lower طيب بيقولك ان هي بتبقى مسؤولة عن الموتور بتاع contralateral limb يعني ايه يعني انا انا مثلا الـ هخلي lift arm هي اللي تعمل flexion انا مثلا الـ هخلي right arm هي اللي تعمل flexion او extension فهيبتقى مسؤولة على opposite side بتاع الجسم يعني اليمين تبقى مسؤولة على الشمال والشمال مسؤولة على اليمين معادة ملهاش اي علاقة بالاي except الاي هي ملهاش اي تدخل في الاي يبقى اول حاجة هي موجودة فين؟ precentral gyrus والprecentral gyrus على مكمل بمنطقة اسمها بارا central بس بانهي جزء خاصة الانتيريور عشان البستيريور هيبقى مسؤولة عن حاجة تانية طيب قلنا ان هي بالخلاة بتاعتها بالأجزون بتاعتها بتعمل حاجة اسمها براميدال تراكت البراميدال تراكت ده بقى اللي ياخد من المنطقة دي الامر يروح ينزله بعد كده المين ليه ويقول له بقى اخي اعمل الحرك فليكشن اكستنشن او اي حاجة طيب الاريا دي بتلاين الجسم بتاعك معكوس وتبقى عارف ان تلاقي مثلا الطانج والفيس والارم دول موجودين او الطانج والفيس والارم خاصة والليرنيكس دول موجودين في اللور في الجزء اللور منها معنى مفروض يعني مفروض انا جسمي محطوط يعني مفروض دي الحاجات تبقى فوق مش تحت لا انا لقيت ان الحاجات دي بريزنتينج او بريزنتيشن بتاعها في اللور بعد كده الارم ولقيت ان الهيب والفوت اللي هو اللور لمب موجودين على مين على الميديال سيرفس على اللواء الحتة اللي هي انتيريور بارت بتاع البارة سنترال اللي بيوي طيب قلت انها مسؤولة عن الاكتيفتي موفمينت ان انا اعمل الموفمينت نفسها اعمل فليكشن اعمل اكستنشن بس بتققى مسؤولة على مين على الكنترالاتراللمب على الليمب اللي الناحية التانية مثلا اليميني بقى مسؤولة هو على الشمال طيب معادة مين ملهاش دعوه بالاي ماجيه لان فيه منطقة خاصة بالأول فبيقولك بالتالي لو حصل ليجيان في المنطقة دي هتلاقي ان يحصل حاجه اسمه طريقة Guerrella lateral he Obligia يحصل شمل بس لنص التانى لو الار را이 فور دي حصل لقى مشكله ناحية مثل decentralized تلاقي ان حصل شلل لقى는데요 للمب لنحية الليفت طيب ازاي بقى يحصل مشكله فى الارية دي بقى ان انت عندك بيجي بلت سبلاي بيجي الارية دي حاجه اسمها مكة وايه سي ايه اللي اتنين دول اول حاجة ارتري بيبقى ده بيجاي يغزي البري سنترال جايرس اللي هو الميدال الميدل سريبرال ارتري وفيه اللي بيروح يغزي الانتيريور بارت بتاع البارا سنترال اللي بيول ارتري تاني اسمه انتيريور سريبرال ارتري دي اعرفوها يبقى الميدل سريبرال ارتري ده بيروح يغزي مين البري سنترال جايرس اللي هو الاريا فور بس ناحية البري سنترال جايرس والأي سي اي ده بيروح يغزي برضو الاريا فور بس ناحية مين الانتير بورت بتاع البارا سنترال لبيول فلو حصل بقى اي سترومبوس اي حصل مشكلة في البلاطساب لاي اللي راح يغزي الاريا دي حصل فيها مشكلة حصل فيها مشكلة يبقى يحصل لي كونترالاترال هيميبليجي يعني يحصل لي شلال نصف طيب بعد كده عندك الاريا سيكس الاريا سيكس بتمتد منين وهميتها ايه ولو حصل مشكلة فيها اول حاج قالك ان الاريا سيكس دي بتمتد انها بتبقى قدام وباريرل للاريا فور هي ايريا فور اهيه هي قدامها وباريرل لها يعني ايها قدامها بالضبط وماشى بنفس الطول بتاعها تو بري سنترال جايرس اهي يعني بقى دي الاريا فور هي قدامها وباريرل لها ولقلنا ان الاريا فور موجودة في مين في البيس سنترال جايروس طيب بس كده دهمت ده قلك لأ ذهب تبقى واخده الاسيب 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 كمان الاجزاء اللي واره من من الثلاثة من الثلاثة جائرية اللي هما السوبيري والميدل والامفيريور الفتاعتها بيقولك ان هي عبارة عن براميدال واكسترا براميدال براميدال ان هي دي المنطقة دي هي زي هي اللي بتعمل لك البروجرام هي اللي بتعمل لك يعني هي اللي بتنظم لك كده الدنيا وبتخطط لك وبعد كده بتروح بعثة لل collapse تقولها روحي بقى تحرك انتي او روحي بعثة الامر اللي بتحرك نا عايز Carmix róż نتخلط لك الموشن عشان اللي هي الخاصة الامر الاريا فور تحرك بقى عشان كاية الاريا دي هي اللي خاصة بالبلايننج يعني هي اللي بتخطط لك اصلا بتخطط لك الموشن فبيقولك اول حاجة بتبقى في جزء براميدال البراميدال ده هو اللي مسؤول انه هو بيخزن البروجرام وبيديزاين الليرند سكيلد موفمينت وبعكاها بيبعادها للاريا فور عشان يعمل يعني ايه سكيلد موفمينت يعني يعني يعرف اللي هو الشخص اللي بيلعب بيانو اللي بيلعب تنس بيحت تحتاج حركات محددة وحركات مهارية جدا مش حركات عشوائية فبيقولك ان هو بقى هي دي بقى اللي بتعمل لك البروجرام وبتصمم لك الموفمينت نفسها بتصمم لك كده زي بتحط لك الخطة وبعكاها تبعت الامر الاريا فور تقول لا يلا عملي انتي بقى عملي الموفمين طيب قالك الاكستر براميدال قالك دي مسؤولة عن حاكتين اكتب جنبها بوتشر ومسلتون قالك ان هي بتحكم لك في البوتشرل يعني هي بتحكم لك في البوتشرل discussing يعني هي بتحكم لك في البوتشرل بتاع الجسمك اللي بتعمل انهيب الشهر للموسلتون لو الموسلتون لزاد عن xh ההượ اللي بتقلل لك الموسلتون فاكت متحكم لها بوتشرل بتعمل البوتشرال من البروكسيما الجرد موسلز اللي بتاعت الجرد الشّن GentD đi. طبعاً فيي اللي هو فوق اللي هو اللي سي sv Й سو بيري review' في جرد انفيري busy прид اللي هو الحذام. هو اللي مسؤولة إنها تتحكمنك في البوتشر بتاعك اللي هو فوق واللي تحت ما قال بلوف extended جرد وكده. هي اللي تتكون مسؤولة عن التحكم فيه. طيب بوتشر بتاعهم ولو المصل sulis hat هي بتعملك أنهيباشن. طبعاً كل ده بتبقى يعني برضو بتبقى مسؤولة عن بوتشار والحاجات دي بتاعت كل حاجة معادة مين الاي الاي دي لها منطقة معينة اللي هي الاريا ات فما تقوليش في الاريا فور والاريا سيكس اي حاجة لعلاقة بالاي فيقولك ان اتزا اكسترابرامي دا الاريا اوف بادي كل البادي معادة مين برضو الاي طيب بالتالي انا دلوقتي لو حصل مشكلة هيحصل لحاجة بيقولك حاجة اسمها موتور ابراكسي ايه موتور ابراكسي يا دا؟ ان انا اصلا مش فاهم الامر يعني انا عندي مشكلة في فهم الامر يعني المصل بتاعتي تمام خباك بس اهم كلمة ان المصل بتاعتي انتكت يعني المصل بتاعتي سليمة بس انا مش عارف يعني انا مش عارف اعمل حاجة لان المنطقة اللي بتعمل البنينينج والبروجرام اصلا نفسه هي فيها مشكلة فانا مش عارف اعمل الحركة انا عندي البايسبس تمام وعندي الترايسبس تمام فانا بس انا مش عارف اعمل فليكشن بسبب الاريا دي ان الاريا دي حصل فيها مشكلة فيقولك انه نتيجة أنه أنا فقد الميموري مافيش بروجرام مافيش ميموري مافيش اي مش عارف اعمل الحركة انا زي ايه واحد اتمسحت الزاكرة بتاعته فانت بتقول له عمل فليكشن اقول لك يعني ايه فليكشن فانت تبص على الموصد بتاعته تلاقي الموصد بتاعته سليمة بس هو مش عارف فبيقول لك انه بيحصل نوع بيحصل لص للميموري الميموري بتاعته انه ايعمل الحركة معانا خلاص بازك بسبب مين البراميدال باريا بازد اللوز اوف البوتشيرالستابلتي مش قادر يقف بتقول له قافي قولك انا مش عارف مش قادر اتحكم في البلوك جيرد بتاعي الا انا اقف فيبقى عنده مشكلة بوتشيرالستابلتي برضو لوز في البوتشيرالستابلتي وعنده الاسباسيفتي والبوتشيرال ضربته على المنطقة مين الاكسترا براميدال ما هونا دي اللي بتقلل الماصل تون فبالتالي الماصل تون خاص مش هيقل الى هيزيد فيحصل له اسباسيفتي زي مخشب ويحصل له لصف البوتشيراللي بتتحكم فيه فالقرية دي بتعمل ايه موتور أبراكسي اما التاني كان بتعملك هيميبليجيا شهر الخاص اما دي انت مشش فاهم بتقول له اعمل يا ابن فليكشن يقولك يعني ايه فليكشن الميموري بتاعته تمسحت بسبب البراميدال بوز تقول له اقف عيدة يقولك انا مش عارف لصف البوتشيرالستابلتي تقول له تلاقي تيجي تلمس الماصل تاعته لاس بس سفتي جدا بس اخب بالك احنا قلنا ايه انتكت الماصل سليمة ما فيهاش اي مشكلة لان الاريا فور مش هي اللي فعل المشكلة مش هي اللي مش عارف تعمل الموفمينت نفسها لكن دي لأ هي الماصل برضو هنا بتاعتك ايه سليم دي الاريا سيكس طيب الاريا ايه ايه دي بقى دي قلنا الاريا بقى اسمها فرانتال اي طبعا الاريا سيكس بتبقى اسمها ايه اما الاريا فور كان اسمها دي اللي بتتحكم في الحركة نفسها طيب الاريا بقى ايه دي بقى اسمها frontal eye field دي بقى بتاعت الاي احنا كنا كل حاجة بنقول except the eye except the eye هي بقى دي دي اللي هتتحكمني في الاي مكانها فين الاريا دي الاريا 8 قالك انها بتبقى موجودة في posterior part وفي middle frontal gyro ادن احنا قلنا دي superior هي بقى بتبقى موجودة في middle frontal gyro هي بتبقى موجودة في posterior part بتاع middle frontal gyro طيب قالك اتزا برامي دا الموتور اريا بتاعت مين الاي هي بقى اللي هتتحكمني في الاي دلوقتي والاستيموليشن بتاع بقى الاريا دي ما بتتحفز تخليك الconjective بتاع الجزء بتاع العين الconjective تتحرك ال opposite side يعني مثلا بتاعت اليمين تتحرك للشمال بتاعت الشمال تتحرك لليمين يعني بتخليك تبقى يعني مثلا الconjective دي لها الكرة اللي جهة دي تتحرك عكس الاتجاه يعني مثلا دي بتاعت مثلا ال right تقولك لقى تحركي شمال بتاعت ال right تحرك ال opposite side فهي المسؤولة يعني الramidal motor area دي بقى اللي هي ايه بتبديد دي بتنزل الاوامر تقوله حرك العين الconjective بتاعت العين يمين شمال وهكا سب على حسن بتاع تبص على انهي right ويهي بتاع بيحصل ال opposite right فالlegion بتاع بيقولك انه بيحصل حاجة اسمها squant squant يعني ايه حاول الشخص تلاقيه انه احمل احمل لاتيجة ان المنطقة دي فيها حصل فيها legion فيها طيب يبقى تاني المنطقة دي اللي بتاعت ال i الramidal motor area بتاعت يمين ويحصلها ديجة انها تتحرك اللي هو العينك تتمشي يعني بتاعين يتحرك بس طبعا لو انت مثلا ناحية right لو هي ناحية right تخليلك تبص ناحية left لو هي ناحية left تخليك تبص ناحية right opposite side يعني وقالنا المشكلة فيها يعمل squant يعني يحصل لك حاول بعد كده بقى عندنا الarea اللي بعد كده الarea 44 و 45 اللي هي اسمها broadcast speech area ال speech area دي اي حاجة اي حاجة علاقة بال speech بتبقى موجودة في dominant hemispheres dominant hemispheres يعني المسيطر اللي هو upper hand يبقى هو انت عندك two right و left لا انا مين مسيطر برضو اكتر بيبقى ايه dominant ده من سميه dominant اللي هو lift بيبقى في اغلب الناس 95% بيبقى lift او ناحية 95% من الاشخاص بيبقى dominant بتاعهم لناحية اللي هو lift hemispheres يعني فالك ان المنطقة دي بتبقى موجودة في dominant hemispheres موجودة في مكان واحد dominant بس يعني مش موجودة في الاثنين موجودة في dominant اللي هو بيبقى غالبا بيقى lift طيب موجودة فين برضو قالك ان موجودة في posterior part بتاع مين بقى بتاع inferior gyrus ادي لو هنقول superior sulcus و ال inferior sulcus ادي inferior gyrus هي موجودة في posterior part بتاع واقولك موجودة في حاجة كمان دلوقتي طيب المنطقة دي بنسميها ايه مهمة جدا دي الموتور speech دي المسؤولة عن الكلام ليه لان انا هقولك في منطقة تانية دي المسؤولة عن اللي هي زي ايه تفهمك اصلا الشخص يعني اللي قدامك ده وقف بيقول ايه مثلا شخص بيكلمك طب هوا بي انا افهم ازاي فهمتها وبيقول ايه عشان اعرف ارد عليه في منطقة بتفهمك في منطقة بتقولك خاص بتعمل لك خاص الموتور بقى الحركة وبعدك يا بقى اللي انت ايه بتروح تودل المسلز تقول لها تحركي فها دي هقولك السيكونز دات الوقت المهمة هي الموتور speech area طيب هي موتور speech area يعني هي اللي بسؤولة عن ان انت هتخليك تتحرك تخليك خاص يعني زي البروجرام اللي هيخليك تعمل تحرك المسلز بتاعت ال speech فبالتالي هي هتبقى موجودة في المنطقة اللي فيها الفصرة دي او المنطقة اللي فيها الاماكن المسؤولة عن ال speech هنقول الكلام ده برضو اول حاجة بقولك انها اللي بعد كاها بقولك انها بتبقى overlai the boris orbicularis وال boris triangularis هي 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 بنقولتلك انها موجودة في البستير بارتال inferior frontal gyrus وكمان زي بتبقى overlai المين لل boris orbicularis وال boris triangularis هي بوجودة فيهم برضو طيب هي قالك انها بتتحكم في ال speech muscles اللي هم اللي موجودين في ال learnings وال tongue وال lips عشان كده ال position بتاعهم لازم يبقى موجود في الموتور area بتاعت المناطق دي طيب الموتور area بتاعت المناطق دي فين في ال area 4 فلازم تبقى موجودة جنبهم او تبقى موجودة في المنطقة اللي جنبها الفسرة دي طيب احنا قلنا learnings وال tongue والحاجات دي presenting بتبقى upside down يعني بتبقى موجودة في ال lower في جزء ال lower عشان كده بقولك ايه هي موجودة في مين في البوستير بتاع ال inferior اللي تحت لان هي المناطق دي او الاعضاء دي موجودة فين presenting في lower part مش فوق لان الجسمك بيقام presenting inverted مقلوب فهي بتبقى موجودة هي مسؤولة عن control speech muscles اللي في learnings وال tongue وال lips فبالتالي هي موجودة في closed الموتور area اللي مسؤولة عن الفسرة دي طيب لو حصل فيها ليشان بيحصل حاجة اسمه يعني الشخص ده ما بيبقاش فاهم او ان هو يتكلم مش قادر يتكلم على الرغم ان الموصلز بتاعته سليمة بس هو مش فاهم اصلا انت بتقول ايه مش عارف يعبر لك هو الموصلز تمام وكل حاجة تمام فيه اسم بتاعت ايده بتاعت لسانه بس مش قادر يعبر لك مش قادر يقول لك كزا لان الموصلز او البروجرام اللي يخليه يقول الكلام او اللي يفهم الكلام مفيش بوز فبيقول لك ان الشخص ده يبقى عنده حاجة يموت اسمه موتر أفيسس ان هو unable to speak although على الرغم ان الموصلز بتاعته انت طيب الاسبيتش ده بيحصل ازاي هنركز في الجدول والرسمة دي اول حاجة فيه اريا اسمها vernix area vernix area دي دي اللي مسؤولة ان انت تفهم الكلام يعني ايه افهم الكلام يعني دي انت مثلا شخص جواف قدامك الشخص ده بيتكلم فالشخص بيتلاقي ان الاوداتوري بتاعتك السمع والفيجن انت شاف الشخص بتدي معلومات للمنطقة اللي اسمها vernix area دي بتديها المعلومات فالمنطقة دي بعد ما تاخد الامبوتس دي من الاوداتوري والفيجن تبدأ انها تعمل understanding تبدأ تحلل المعلومات دي وبعد ما تحلل المعلومات دي تروح راحة تعمل حاجة اسمها بتروح بقى بعد ما المنطقة دي فهمة الكلام بتروح عامل حاجة اسمها arcuate fasciculus يعني arcuate fasciculus يعني شبه الارشي كده تروح راحة متواصلة بمين بقى بتروح راحة متواصلة بالبروكس اريا البروكس اريا دي اللي مسؤولة عن مين عن البروداكشن وفي الاسبيتش يا بقى اللي هتقولك ايه انت تتكلم اصلا اللي انت تبقى بتبدأ تقول الكلام الساوند بتاعك وبعد كده البروكس اريا بقى ما يوصل لها الامر تروح راحة بقى للمين تروح راحة بقى للموتور كورتكس اللي همفروض هي بقى اللي هتعمل موفمنت او هتعمل بقى موفمنت للمسلس دي وتخليك تتكلم تطلع الكلام يبقى ثلاث حاجات اول حاجة ان البروكس اريا دي فهمة الكلام اهي دي هي بتعمل understanding للكلام وتروح بعت الكلام ليه البروكس اريا عن طريقها اسمها arcuate fasciculus بعد ما تبعت البروكس اريا البروكس اريا تعمل production للساوند او البيتش بعد كده بعد البروكس اريا تروح بعتها بالمين للموتور كورتكس اللي هي الاريا 4 ولا تكلمي فانت البروكس اريا دي بتبقى الاريا 40 البروكس اريا الاريا 44 و 45 الموتور بقى اللي هتخليك تتكلم وتطلع الكلام الاريا 4 الموتور كورتكس ده كده ازاي اللي سبيتش بيحصل ازاي انت بتتكلم اصلا طيب كده دي الاريا 44 و 45 طيب اخر اريا بقى الاريا 19 11 12 اسمها prefrontal اريا الاريا دي موجودة في مين موجودة في anterior part و في superior و middle و inferior gyri و موجودة في frontal pool و كمان بتمتد على medial surface موجودة في النفس التأسيمة بس مجمع المرة دي في anterior part بتاعة superior middle inferior و موجودة في frontal pool و موجودة كمان بتيستند على مين يعني راحة ال medial surface كمان طيب الاريا دي مسؤولة عن ايه الbehavior الاريا دي مسؤولة ان انت عندك emotion control emotion الbehavior التركيز بتاعك الattention اللي هو تبقى مهتم الadjust انت تبدأ تدي احكام فبيقولك لو الاريا دي حصل فيها مشكلة فلا ان الشخص ده بيبقى حاجة اسبب personality abnormal الbehavior بتاعه بيبقى مختلف فيه الbehavior بتاعك مال وفيه فيه حاجة مش مظبوطة فبيبقى عنده مش ترابط في الشخصية الbehavior بتاعه فيه مشكلة الاموشن الاحكام بتاعته الattention التركيز بتاعه كل ده بيضيع نتيجة المنطقة دي لو اتضرب وبيلك انها بتعطيبها بارتن من الhigher autonomic centers من الحاجات برضو اللي هي الautonomic centers او الlegions بتاعه بيعمل personality changes الشخص ده بيبقى فيه تغيرات فيه يبقى دي الاريا بتاعت الfrontal انهم خمسة اريا اربعة وتحرق الموفمت على طول الاريا 6 بتعمل البروجرام بتاع الموفمت وتبعته للاريا تحرق الاريا 45 دي بتبعت لها البروجرام الاول من البروجرام بعد الاسبيتش تروح هي بعت ها للموتور عشان تحرق والاريا تسعة وعشر 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 متحكمة في الشخصية والاموشن والكلام ده كله والاريا اتدي يحصل لك نفس الكلام برضا نقول الاكستيند بتاعه ايه والسلقية فيه اللي بتقسمه الجيراي والكلام ده كله اول حاجة الاكستيند بتاعه هو بيمتد منين لفين اول حاجة هو بيمتد الحدود بتاعته من بين واللاترال والبرايتو هو ده البرايتال لوب بين والبرايتو اوكسيبيتال سلقس ماشي ايه بقى السلقية والجيراي اللي فيه قالك انه عبارة عن اتنين سلقية هيقسمول تلاتة جيراي ايه اللي اتنين السلقية اللي فيه اول واحد واحد اسمه بوست سنترل طبيعي لان احنا استواخدين ان ده اسمه بري سنترل وده تبع الفرانتال يبقى نشناقص غير ايه غير البوست سنترل فعبارة عن فيه بوست سنترل سلقس وفيه واحد تاني اسمه انترا بريتال سلقس انترا يعني جوه البريتال فهو انترا بريتال سلقس طيب اللي اتنين دول هاسمول تلاتة جيراي ايه بقى التلاتة جيراي اول واحدة احنا متوقعين ها من بوست سنترل يبقى تاني حاجة انت تاني احنا قلنا ان فيه منطقة انترا بريتال او الزكس اسمه انترا بريتال سلقس قالك يبقى فيه منطقتين حوالي واحدة اسمها سبيريور واحدة اسمها انفيريور ومان احنا في Holbrook فيبقى فهيبقى انفيريور او سبيريور بريتال جيراس قالك ده ده منطقة اسمها سوبيريور باريتال جايرس وإنفيريور باريتال جايرس السوبيريور هتبقى فوق الانترا باريتال سالكس والإنفيريور هتبقى تحت الانترا باريتال سالكس طيب او خد بقى كنات جايراي يعني انفيريور باريتال جايرس او لبيول عشان هناك مثلا مكتوب هنا لبيولوس فهي هي نفس الاسمية طيب في بقى حاجتين كده لقيتهم برضو زي فيت زي ما قلنا فيه هنا تطفل هنا برضو فيه تطفل هو قالك التطفل اللي هنا ده بقى قالك ان فيه يعني في نهاية اللاترال سالكس احنا هنا فيه بحاجة اسمها بوستير ريموي البوستير ريموي انا شايفه حاسس نوع داخل كده مقتحم البريتة المتطفل عليه قالك او ده البوستير ريموس ده بيدخل يتطفل عليه وبيعمل منطقة في اسمها سبرا مرجنال مرجنال يعني زي سور او حد كده فهي عامنا اسمها السبرا مرجنال جيرس دي مهم عشان هنقول فيها منطقة دلوقتي طيب وفيه بقى احنا فيه سالكس هنجي ناخده من دخش ال fonction تسمو سوبيريور تيمبرال سوبيريور تيمبرال سالكس بردو ده بيدخل لتطفل على البريتة وبيعمل لأ الجيرس اسمه انجولار انجولار زي زاوية انجولار جيرس فانا كده كل الجيرس اللي عندي في البريتة عبارة عن كده خمسه البوستستثيرل جيرس والسوبيريور برائتل جيرس او لبيول والانفيرير برائتل جيرس او لبيول وواحد اسمه صوبرا مارجناليس وجايروس أنجيولاريس أو أنجيولار جايروس طيب بعد كده بقى هناخد الفنكشنال إرية هما ثلاثة فنكشنال إرية دول بقى في البرايطة الهنا يعني سينسوري فيه منطقة اسمت ثلاثة واحد اتنين دي مسؤولة عن المين سينسوري إرية خمسة سبعة دي سينسوري أسوشيشن إرية والإرية تسعة وتلاتين واربعين سينسوري سبيتش إرية أنا سمعت سبيتش دي قبل كده فين سمعتها في الإرية 44 والإرية 45 في اللي هما موتور بس دي كان موتور دي هنا سينسوري وبرضو الإرية 312 اللي هي مين سينسوري أنا سمعت زيها الإرية 4 مين موتور أو البرايمري موتور طيب أول حاجة نتكلم عنها الإرية 321 اللي هي مين سينسوري يعني دي هي تستقبل سينسيشن موجودة في أن المنطقة دي الأول قال لك موجودة في البوست سينترال جايروس وفيه البوستيريور بارت وفي البارا سنترال لبيول ناخد بالنا ناش دي فيه تشبه ما بينها وما بين إيريا فور إحنا قلنا إن إيريا فور موجودة في البري سنترال قالك لا دي موجودة في البوست سنترال ماشي قلنا إن الإيريا فور موجودة فيه الأنتيريور بارت بتاع البارا سنترال البارا سنترال لبيول قلنا فيه منه أنتيريور بارت وفيه منه بوستيريور بارت على حسب هل هو بيبقى قدام السنترال سالكس أو وراء فالأنتيريور بعد أقلنا الأنتيريور ده خلاص تبع الموتور يبقى أنا أخد مين الجزء البوستيريور يبقى ده تبع السنسوري الأريا 312 فهو موجود في البوستيريور وفي الأصد في البوست والبوستيريور بارتوف البارا ده قلنا السنسوري يعني هيستقبل كل السنسيشن فبيستقبل البين التمبريتشر التوتش التست بيستقبلهم بس منين بقى يعني هو ناحية الاريا دي موجود ناحية يبقى يستقبل والحاجات دي كلها من ناحية طيب نفس التاني برضو كان بيستقبل او بيتحكم في الكنترا طيب الاريا عامل ازاي برضو نفس الحوار الاريا عامل ازاي برضو الطنج تحت بعد كده الفيس وترتيبه وبعد كده عندك الهاند والترنك وبعد كده تلاقي ان اللوار لينب موجود في مين بقى هنا في البستيريور بارت اوف البارا سنترا اللي بيولي لناحية الميديا يعني برضو الجسم بيبقى انفرت طيب بقالك بالام سي ايه اللي هو الانتيريور والميدل سريبرا فلو حصل اي باراليسس فيهم يبقى الشخص ده هيبقى عنده مشكلة في السنسيشن هيفقد السنسيشن بس هيبقى كونترا لاترا اللي هي هنا اسمها كونترا لاترال هيمي انستيزيس او انستيشيا يعني ايه يعني الشخص بيفقد السنسيشن كونترا لاترال ييفقد السنسيشن اما تاني كان كونترا لاترال هيمي بليجيا بيفقد الحركة اصلي طيب بعد كده الاريا اللي بعد كده الاريا خمسة وسبعة اللي هي الاسوشيشن سينسوري اريا دي موجودة فين؟ موجودة في السيبيريور بارايتا لبيول السيبيريور بارايتا لبيول ودي الزير input come from mean 312 يعني 312 بتستقبل كل sensation من كل حتة في الجسم وبعدكها تروح بعت information بتاعتها بقى والsensation اللي جمعته للإرية 5 و7 ليه تبعته من الإرية 5 و7 لأن الإرية 5 و7 ووظفتها إنها تفهم لك يعني إيه أصلا sensation دي يعني إيه البين اللي أنا حاسته يعني إيه temperature يعني إيه محطيت إيده على شمعة حاست بحرارة وحاست ببين نتيجة اللاسعة وكده فهي تبدأ تفهمك المينينج بتاعت sensation ويبدأ إنها برضو تعمل لك memory تخزلك memory بحيث أنت لو جيت شمعة تانية تبقى عارفة أن أنت هتحس بحرارة هحس ببين بعد كده فأبقى فاهم يبقى فيه memory فالإرية 5 و7 اللي بتستقبل من 312 sensation وتبدأ إنها تفهمك يعني إيه أصلا السensation اللي استقبلته ده دي الإرية دي 312 بتاعت main sensory الإرية 5 والإرية 7 اللي موجود قلنا superior bright طيب بعد كده عندنا آخر الإرية 39 والإرية 40 اسمهم إيه؟ اسمهم sensory speech إرية يبقى دول هيبقوا لهم علاقة بالليسبيتش يبقى موجودين في الهيميسفير اللي هو غالبا بيبقى اللي هو علاقة باللي هم يستقبلوا أي حاجة عشان تتكلم يعني بيستقبلوا sensation عشان تتكلم طيب موجودين في دول بقى موجودين في المنتقى اللي أنا قلتلك متطفلين اللي هم تو إرية الإرية 39 موجودة في الصبرا مارجنال جايرس والإرية 40 موجودة في الأنجولر جايرس الاتنين دول موجودين في الانفرا برايتل بيو لو قلنا ده الانترا برايتل سالكس ده السوبيريور اللي موجود فيه خمسة وسبعة اللي في الانفيريور بقى هتلاقي فيه عندك الاتنين الإرية 40 والإرية 39 اللي هي الصبرا مارجنال والأنجولر جايرس طيب الإرية دي انت قلتلي هي اللي هتبقى مسؤولة اللي أنا أبدأ اللي أنا عشان أتكلم أفهم الكلام عشان أبدأ أبعطه للإرية اللي المسؤولة عن الموتور سبيتش فأبدأ بعد كده أتكلم فبيقولك إنها بتستقبل المين سينسوري يعني بتستقبل الفيجن والإيوديتوري وإمبوت يعني هي بتستقبل تبدأ يعني مثلا شخص ما شخص جي بيكلمك أنت بتسمع كلامه أو بتشوفه من الفيجن والإيوديتوري إمبوت فهي بقى تبدأ إنها تستقبل الفيجن والإيوديتوري إمبوت دي تستقبلها وتبدأ بقى إنها تمسكهم في بعض كده تقول أوه ده هو قال كذا وعمل الحركة كذا خلاص زي بزبط لك الكلام كده بتقولك إنها كوروليتد سماتو سنسوري والإيوديتوري والفيجن إذا بتربطهم في بعض كده وبعد كده بقى تروح خلاص أنا جمعتك المعلومات دي هبعت للإيريا اللي اسمها البروكس إيريا اللي هي الإيريا 45 و45 الإيريا دي اللي هي مسؤولة عن والإيريا دي بقتها للإيريا فور الإيريا فور تقولها يلا خلاص بقى اتكلمي ربدي على اللي بيتكلم ده خلاص أنا استقبلت من إيوديتوري والفيجن وبعد كده بقىت للبروكس عن طريق الاركويت فيزيكولر بعضت للبروكس 44 و45 وبعد كده بعضت الإيريا فور خلاص كده أنا هتكلم أرد على الشخص ده فليسبيتش كله متلخص في إيه؟ متلخص إن الإيريا 40 و39 استقبلوا السنسيشن اللي هم من الفيجن بقى والإيوديتوري والمين سنسيشن استقبلوهم فبدأت إن هي تربط بقى ده ده هو قال كذا وعمل كذا ده مقصود بالكلام اللي أنا سمعته معنى كذا خلاص تروح بعضها للبروكس الاريا 44 والاريا 45 تقول لها كذا 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 تقول لها مسؤولة عن مين؟ عن المصل أو الكنترول بتاعت اللي موجودة في والتونج والتونج واللبس خلاص بتبعت لها تقول لها بعد كذا تقول لها إيه؟ روحي بقى تروح بعضها للاريا 4 تقول لها خلاص بقى ردي على الشخص اللي بيتكلم ده يبقى من أول 39 لحياة للاريا 4 خلاص أنا فهمت وبعدت للاريا اللي هتحكم في المصل وبعد كده بعدت للاريا اللي هتعمل بقى الموفمينت وخلاص أنا كده رديت على الشخص ده طيب كده ده البريطة كده خلص بالاريا بتاعته وبالأماكن بتاعته بعد كده عندنا بقى التمبرال لوب التمبرال لوب برضو نفس الكلام هو فين وإيه الجيرس وإيه السلقس اللي فيه أول حاجة التمبرال لوب قالك إن هو ممتد فين قالك إن هو بيحتل الانفيريور تو اللاترال سلقس قد τονال سلقس إحنا قلنا ده كده اللي أماناش دعو بي دلوقتي قالك بقى التمبرال ده بيحتوي inferior D هو ده الجزء اللي تحت lateral sulcus ماشي ايه الحاجات اللي بتقسمه السلقص اللي بتقسمه قالك عندك اتنين sulcus بيقسموه التلاتة جيروي يعني هم اتنين هيقسموه التلاتة ايه اللي اتنين sulcus اللي عندك قالك اول واحد واحد اسمه superior superior بما ان احنا في التمبرال يبقى superior temporal sulcus واحد تاني اسمه inferior temporal sulcus هيقسموه التلاتة جيروي ايه التلاتة جيروي من اللي احنا اخدنام زي الفرنطل هيقسموه برضو superior gyrus و middle gyrus او medias gyrus و inferior gyrus اهو superior و middle و inferior السوبرير يبقى فوق السوبرير temporal sulcus الميدل يبقى ما بين السوبرير والانفيرير sulcus والانفيرير يبقى تحت اهو يبقى تحت مين الانفيرير temporal sulcus وما انهم ما قلهم في التمبرال فهنسميهم temporal sulcus او temporal gyrus بيقولك ان inferior temporal gyrus continue into the inferior surface of the hemisphere الانفيرير ده بيكمل جيري ده اللي هو الانفيرير gyrus بيكمل الانفيرير surface اللي هو هنشوه بعد كده اللي هو بيزهلي فيه الorbital way التنتوري فهو بقى ده بيكمل الجزء اللي تحت او الانفيرير surface فدي تقولك الانفيرير surface اللي في التمبرال اللي بيكمل الانفيرير surface يبقى هو الانفيرير temporal gyrus كابا نتكلم عن ال functional area اللي موجودة في التمبرال لوب عندك اتنين فانكشنر ايري اولا هو تمبرال لوب ده لو حتى وانت فاكرها التمبرال بون بتبقى موجودة فين عند الودن يعني عند الوزن عندك فهو التمبرال ده ايري أيرنج السمع يبقى احنا اخedlyنا لن الثورنتي لی مسؤول عن الموتور البرانتال مسؤول على السنسوري التمبرال مسؤول عن الايري أيري ترقد فبيقولك أن الفنقشنال بتاعته والاري بتاعتها تبقى مسؤول عن ايري أيري ترقد فأول حاجة بيقولك الاري أيري layer 41 و 42 دي مسؤول عن Primary ايري ترقد يبقى دي لا تستقبل الهيريري أو هي لا تستقبل انها تعمل هي اللي هتفهمك انت استقبلت ايه او سمعت ايه طيب دوتو اريا اللي فيها طيب اول اريا الاريا واحد واربعين واثنين واربعين قلنا هي اول حاجة هي موجودة فين اول حاجة بيقولك اللواء هشل وبتمتد لحد يعني ايه الكلام ده بيقولك ان الاريا دي بتبقى موجودة احنا ادي مساه ادي البستيريور ريموس بتاع اللاترالسالكاس هي بقى تمتد في في الترانسفيرز تيمبراي الجيري تحتيه في الفرور بتاعه كده تحتيه وبتفضل ماشية وجود موجودة لحد ايه الميدل بارت وفي السيبيريور تيمبرايج احنا قلنا ادي السيبيريور تيمبرايج وهي السيبيريور الجيري ادي اسيبيريور جيريور وأدي lebenديل جيريور تبقى بتفضل بتنزل من من تحت البوستيريور ريمس كده ما إنتأ belonging هشل بتفضل ترانسفير ماشى ترانسفير كده قدمي لحد ما توصل لحد من الميدل بارت اوف السوبيريور تيمبورال جايفز تمام حسب الرسمة هي بص يا جاة من تحت البوستيريور ريمس بتاع اللاترال سلقس وماشى ماشى لحد ما وصلت للميدل بارت بتاع السوبيريور تيمبورال جايفز طيب دي قولنا بتستقبل إيه بتستقبل أوداتري طب بتستقبل الاوداتوري منين؟ لو انت فاكر انت عندك حاجة اسمها ميديال جونيكوليت بادي الميديال جونيكوليت بادي ده اوداتوري ده مسؤول عن الاوداتوري كان في لاترال وفي ميديال لا احنا الاوداتوري بعد المسؤول عن الاوداتوري هو الميديال فهي بتستقبل الانبوت منه بتستقبل الانبوت من الميديال جونيكوليت بادي بتستقبلها بعد من يقبلك ايه؟ منلي من الابزت وفيه جزء ودي مهمة جداً الحتة دي بيقولك إنها من اللي بتستقبله من الأوبزت وبارتلي يعني بارشال من السيم فعشان كما عيجي يحصل لص يعني مثلا لو الإيريا دي بوزت أو كده هتلاقي إنه بيقولك ويحصل لك بارشلي ديمونيشد في الهيرنج الهيرنج بتاعك بيقل بس بارشلي مش كله مش تمامي مش توتل مثلا مثلا الإيريا فور لو حصل حاجة بيقولك خاص كله بيحصل هيميبليجيا مش شوية وشوية لا هنا بيحصل بارشلي ديمونيشد في الهيرنج يعني جزئيا لي لإن هي عبارة عن لو مثلا إيوديتر بتاع الرايت هو اللي بوز في جزء من اللفت جاي فلسه شغال يعني بيحصل بارشلي هيرنج أو ديمونيشد غيرنج فدي مهمة جدا إنها بتستقبل من اللي بتاخد من الأوبزت سايد وبتاخد جزء برضو من السيم سايد يعني مثلا ناحية الرايت بتاخد من اللي ماشي من اللفت سايد بس بتاخد جزء برضو من الرايت فلو حصل مشكلة في ناحية الرايت吃 هتبوز لي مثلا اللي جاي من ناحية الرايت ماشي بس اللفت شغال زي ما هو عشان كيف يحصل؟ اهو بيقولك ان ليجان بيحصل ديمونيش دهيرنج وبيحصل الديمونيش دهيري جي بيبقى اي بارشيال مش دوتا بيقولك مور ماركت في مين في الكنترالاترال سايد يعني بيبقى اكتر وضوح في الناحية التانية في الكنترالاترال طيب دي كان الاريا ايه؟ دي الاريا 41 و 42 هشل اريا وانا دي اللي بتبقى جاية من تحت البستيري ماشي لحد الميدل بارت او لحد الميدل بارت او في السوبير تيمبرال جيراي بتستقبل من الميدل جيريكوليت بادي وبتستقبل من الابزيت مني وبيتاخد جزء من السيم فهي هيحصل ديمونيش دي يعني هيقل مش هيقل توتال مش هيحصل لوست كامل لا هيقل ويقولك ان يبقى اكتر وضوح في الكنترالاترال سايد طيب عكال الاريا 22 انا خاصة استقبلت السنسائس الاداتوري من الميدل جيريكوليت بادي مفتوضة لنعمل إنتيجريش. طيب فهي الاريا 22 دي اللي اسمها هي اللي هتعمل إنتيجريش. طيب موجودة فين الاول? قال لك دي موجودة في في الجزء اللي واره. هي موجودة في في الجزء اللي واره. هي موجودة في بتاع سوير ميديل او سوير تيمبرال جايروس. آآ بقول لك الاريا دي بتبقى كونتينواز بستيريوري واسل الاريا. الاريا اللي قلنا لها مسؤولة عن السمساتات بتاع السبيتش. بقول لك انها بتبقى كونتينواز بستيريوري اللي واره يعني بتبقى متواصلة بالاريا اللي هي مين اللي هي الاريا اربعين. او الآنجري ماحصل في الاريا دى اللي بيحصل, بقول لك ان بيحصل difficile في الاندرستاندنج بتاع رباض. احنا36 اروانا هي دي الاريا تستابر المعلومات او هاتستابر من الاريا اه من الاريا 42 كانت اتعالجو. وتبدأ انها تعالجو. فتفهمك انت سمعت ايه. طب��نا لو لو الاريا دى حصل اللهغ indicative عندي مشكلة اللي انا مش فاهم انا سمع ايه. يبقى تانية موجودة في البوستير بارد بتاع السوبيير تيمبرال جايرس وبتبقى كونتينويشن مع مع الفيرنكس او الفيرنك اريا واني يبدأ لو حصل في مشكلة بيحصل لصف الاندرستاندي انا مش فاهم. طيب كده خلص التيمبرال